بسم الله الرحمن الرحيم صلي على الحبيب البكيتيب اللهم صلي وسلم مبارك على سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ازايكم حبيبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير كميعا النهاردة يا حبيبي ان شاء الله جايلكم بوصفة جميلة جدا 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 الكباب التركي آآ بالخضار طعم عايز اقول لكم رائع جدا جدا وكمان للناس اللي بيعملوا آآ ضايت او نزام غزائي آآ بينفحهم الطريقة دي جدا وكمان طعمها لزيز قوي يلا مع بعض نشوف الطريقة معايا هنا نص كيلو لحمة من مفرومة وبصلتين متوسطين وخمس فزوس من التوم وتمطمتين وفلفلتين مشكلين كده ومعايا بهارات آآ هارست الشطة ومعايا بهارات آآ معلقة كبيرة من بهارات الكفتة آآ هنشوف بقى يا حبابي هنعمل ايه مع بعض هناخد كده البصل والتوم وهنفرومه مع بعض وهننزل بيه على اللحمة المفرومة بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده وكمان هنهرس الطماطم آآ الفلفل الاول وبعد كده هننزل بيه على على اللحمة والطماطم بتاعتنا برضو موني بتفرم كل حاجة لوحدها آآ ومعانا هنا آآ يعني حوالي نص حزمة بقدونس برضو فرامتها مع معلقتين آآ من الطماطم وحطينا بقى البهارات اللي هي البهارات الكفتة ومعلاقة زيت زيتون زي ما انتم شايفين طريقة سهلة وطعمها جميل جدا جدا وهنا بنحط آآ موني بتحط معلقة بابريكا وهتحط كمان معلقة آآ كمون ومعلاقة فلفل اسود طبعا معلقة صغيرة كده وهنحط معلقة معلقة سبع برات برضو معلقة صغيرة وهنا بتزبط الملح بقى زي ما انتم شايفين كده وهنحط كمان آآ رشة آآ آآ هنا حطت كمان معلقة هارست الدبس الفلفلة وحطينا معلقة دبس الفلفل الأحمر طبعا انا عملت الاتنين على القناة فطبعا الفلفلة هارست الفلفلة غير آآ هارست الشطة ده عاجيتهم جدا 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 مع بعض زي ما انتم شايفين كده وجابة الصانية بتاعتنا الجميلة دي ودهانتها معلقة زيت ومعلقة آآ معجون طماطم وبتوزع بقى المعجون في الصانية بتاعتي زي ما انتم شايفين كده وبعد كده هتنزل بيه بالمقدار بتاع الكباب آآ التركي زي ما انتم شايفين كده بتوزعه بقى في العفستانية وبعدين جابت بولة ولبسة كده وبتوزع الخليط بتاعنا في البولة زي ما انتم شايفين كده في العفستانية هي عفوا هي بتجيب المياه من البولة وبتساوي عشان تساوي الوش بتاع الكباب التركي ما شاء الله هي طريقة آآ جميلة جدا جدا وعايز اقول لكم ريحة بقى وهي آآ بتجهز الوصفة بتاعتنا كانت الريحة رهيبة بكاد كانت ريحة تحفة جدا آآ هنا حبيبي طبعا هي طبعا اول ما بتدت تشتغل في الوصفة فكانت مشغالة الفرن على درجة حرارة ميتين هنا بقى هي بتحدد بأيديها كده الاجزاء بتاع الكباب التركي اللي هترس عليه الخضار آآ حلاوة الاكلة دي بجد ان هي بقى آآ يعني كلها خضار وغنيها بالخضار والدهون طبعا ما فيش فيها آآ دهون قليلة جدا فعايز اقول لكم بجد كان تعمها رائع رائع بجد آآ هنا يا حبيبي بقى نحط شرايح بطاطس آآ طبعا هي البطاطس آآ شيء اساسي في الوصفة اللي عايز يقلل احنا طبعا حطينا يعني كمية بسيطة آآ آآ عشان طبعا برضو ايه يا وصفة المفروض آآ فيها كلها غضاي يعني فيش فيها نشويات كتير فاحنا قلنا هنحط كمية بطاطس قليلة اطعناها بقى شرايح متوسطة زي ما انتم شايفين كده ورشناها آآ عفوا رسناها آآ زي ما انتم شايفين بالشكل ده وبعد كده بقى هتحط كمان الخضار في النص هتحط بقى تماطم وبصل وفلفل آآ فلفل الوان آآ صراحة كانت الاكلة دي كانت رهيبة بجد طبعا آآ هي مفيدة جدا 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 لجميع افراد الاسرة بس كمان الناس اللي هي آآ بتقلدهم في الاكل وعملين نظام غزائي وكده الوصفة دي جميلة جدا تمشي معهم كويس جدا آآ زي ما انتم شايفين كده حبيبي آآ موني بقى بتوزع البصل والفلفل والطماطم آآ على صنية الكباب التركي بتاعتنا كده وفلفل الوان كمان قد ايه اللهم بارك آآ ماشو الله الالوان كده وشكل الالوان يعني اختلاف الالوان آآ مدي آآ للاكل لطعم جميل جدا جدا زي ما انتم شايفين وشكل حلو كده يعني تخلي الواحد كده يبقى مبسوط آآ وهو بيتجهز الاكلة وبعد كده في الطعم بيكون رائع قوي يكون شاهي قوي هنا معلقة آآ كوباية مية عليها معلقة معجون طماطم وقلبناهم كده مع بعض وحطينا عليهم معلقة فلفل اسود وهترش بقى زي ما انتم شايفين كده على الصنية بتاعتنا بالشكل ده هتشبعها بكوباية المية وكده دخلتها الفرن وفضلت حوالي يعني ساعة لربعة من نص ساعة لساعة لربعة على حسب حرارة الفرن زي ما انتم شايفين بالشكل ده يا ريت بقى ما تنسوناش في اللايك في اللايك والشير وسبسكرايب زي القناة آآ وتشجعهم بقى كده عشان ان شاء الله تعمل لنا وصفات جميلة من وصفاتها الحلوة وزي ما انتم شايفين كده ما شاء الله آآ بجد عايز اقول لكم الريحة كانت رهيبة بجد كانت قلب المكان شوف يا حبيبي آآ طبعا انا اسفة جدا الفيديو ده كان في رمضان وبعدين يعني يعني نزل متأخر فان شاء الله يعني ادعو لي كده بامر الله ربنا بتأسير الحال وتفريق القرب ان شاء الله وربنا يسر وننزل لكم وصفات الجميلة اللي احنا بنعملها وفي فيديوهات طبعا يعني موجودة من زمان وان شاء الله ما انتجهلكوا وانتجهلكوا قريب آآ زمانتم شايفين كده ما شاء الله الخضر مستيوي كويس جدا وما شاء الله زمانتم شايفين سالس والبطاطس كمان استود وكانت تعمه خرافة بجد يعني جربوها يا حبيبي بطريقتنا وتعجبكو قوي يا ليل بقى يا حبيبي ما تنسوناش من اللايك للفيديو وشير للفيديو وسبسكرايب زي القناة بحبكم جدا جدا في اللاستة وضعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته